اتفاق جديد من أجل الصومان تحت هذا العنوان جاء المؤتمر الدولي الذي صدافته بروكسل لمساعدة هذا البلد الإفريقي على إعادة بناء مقاومات الدولة بطريقة سلمية وديمقراطية واحترام للقانون يسعى المجتمعون إلى تقديم المساعدة لإعادة أعمار هذا البلد الذي مزقته الصراعات على مدى أكثر من عشرين عاما الأمر الذي جعل البعض يعبر عن اعتقاده بأن مشكلة الأمن ستظل هي الهاجس الأساسي جمعنا أكبر عدد من الشركات لبحث الوضع في الصومال ومنها إعادة الإعمار وإعطاء دفعة لمشروعات متعددة والبدء في حوار من أجل المصالحة الوطنية والتفكير في بناء دولة ذات مؤسسات فيدرالية وجلب الاستثمار سيد الرئيس مساعدة هذا البلد يعتبر تحديا كبيرا سواء بالنسبة لنا كأوروبيين أو بالنسبة للمجتمع الدولي وهناك اتفاق جديد يتضمن أولويات محددة وما نريده أمن المواطنين السومليين والأمن الاقتصادي وتحقيق النمو وفرص العمل والتعليم وغيرهم حتى نسير للأمام ونبني الديمقراطية عميقة وأمينة المشاركون في المؤتمر وهم يمثلون أكثر من خمسين دولة ومنظمة ومن بينها دول عربية أكدوا على أن الملتقى يعتبر علامة فارقة في إعادة البناء السياسي في الصومال بدعم الاقتصادي وعملي من المجتمع الدولي وظهور جديد للصومال والذي أكد على لسان الرئيس حسن الشيخ محمود انتهاء الفترة الانتقالية وبداية مرحلة التنمية نخطط لإجراء انتخابات في عام 2016 وعلينا أن نلتزم بالانضباط والتمسك بوحدتنا وفي نفس الوقت لا بد من الحصول على الموارد المالية الكفيلة لبلوغ أهدافنا هناك معوقات أمام تحولات الصوماليين في الخارج لمساعدة وطنهم وربما تتصاعد القرصنة ويزداد تجنيد الشباب للمشاركة فيها لذا عليكم المساعدة في بناء هذا البلد والخروج من الصراع وتحقيق التنمية وبناء الصومال الجديد المؤتمر شهد ثلاث جلسات عمل ركزت الأولى على النظام السياسي الجديد والثانية على عادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية والثالثة على سيادة القانون والأمن المنظمون والمشاركون في المؤتمر يرغون أن الوضع في الصومال قد تغير خلال العام الماضي وخاصة في الزل إدارة حكم ناشئة وأنه أصبح من المهم وأكثر من أي وقت مضى أن يفل المجتمع الدولي بوعوده لدعم الشعب الصومالي عبدالله مصطفى الحرة بروكسال ترجمة نانسي قنقر